وضع الاستلام او بند الاستلام يبجى في الشغل عندي في الكود مصري خليجي امريكي في حياة سمها حلقتك ما تعرفش بتسمعها واتعها في بند اسمه بند استلام الاعمال ايه؟ بند استلام الاعمال يعني ايه؟ حضرتك موضوع ان انت تسرق فيه واصرق فيك فوق دراسي من فوق ولكن كل واحد ياخد حقه العميل ياخد حقه والعميل يدي حق الفني في المصنوعية بتاحته عشان كل شغل ليه جودة وكل جودة شغل وليها ايه؟ ركز في الجاي لها ساعة يعني ايه؟ يعني انا بشتغلش بسعر غالي ولا بشتغل بسعر رخيص انا بشتغل بسعر حنيين على حسب حالها انت عارس تعمل ايه؟ بجه حدفع تدفع هتاخد تدفع كم هتاخد كلام كده لما نجي نسلم دلوقتي نعمل ايه؟ انا عندي دي بيب تشور كان عندي هنا خوض جدم عامل لي مشاكل خلاص شناه ودوقتي هنعمل اا كبينة شوار يبقى دي السطر المبالي ده عاملينه عشان كبينة الشوار مفروض ده واحد فيه بيب اعمل فيها ايه؟ بص كلا سيادة تستلم ازاي؟ تستلم البيبة اماكنها طبعا مزبوطة تمام ما تكونش في الايه؟ قلت لها زاد انت هتستلمها مضغوطة مية بص كلا البيبة فل عند المية البيبة دي رايحة فين؟ كلا ساعدنا البيبة دي؟ هتخدم معانا كبينة الشوار الأرضية بتمشي معايا كده هو بتمشي البيبة دي مفروض هتصرف فين؟ هتصرف على البيبة التانية اللي هيني طيب البيبة دي بتعمل ايه عام احمد؟ ليه جوز بيت داخل الحمام؟ هقول لها حرفها البيبة دي عرفناها ان هي وظيفتها خلاص هتاخد منسوب المياه اثناء الشوار بتاع العميد جميل؟ جميل طيب هتوضي ميتها فين؟ هتصرف على البيبة الام اللي هي المركزية لداخل الحمام؟ ليه؟ عشان خط ما تقوليش هادر مضاعة؟ لا بص هادا الارضية دي بره الحي الزه كده فيه مية هتوجه على الارض من الاستحمام من تاوير حمام الى اخره من استخدام التوريب ترويج مية وكام لقوله هترويج من ترويج الشمجة هترويج فين المية وكلها هتيج على البيبة الام اذا كده واضحة البيبة الام نجي نعمل ايه بلوقتي؟ نجي نستلم بس مضغوطة مية البيبة دي بجا البيبة دي من هنا لغاية هنا مضغوطة ليه ردت معنا مية؟ عشان البيبة دي هنا لغاية هنا مقفولة ما فتحناها ابقى ليه ما فتحناهاج؟ عشان نستفعل ونتأكد الف الالف ونسلم اعلى ضمان واعلى كفاءة واعلى بزايل للعميد. بمعنى ان الشوق الابو جوان ده الناس بتجلق منه بقولك ممكن يصرق ويجيب مي وارد ان يكون عندك عفراية جاءت معاك والسيء او جوان مش مرتح التلتيب استعجلت لنساعد معاك السعلي ايا كيف. لان لما اتغط مية يبقى مية بتغط معايا عشان واكفعين. جميل? طيب. اسلم بس مية ولا اسلم كمان ميزان? لا اسلم ميزان اهو. تعال كده اقرب لي على نقطة الميزان واوضحها. اهو. نقطة الميزان اهي. يبقى كده دي معناها اهي? معناها انتاخد منها على فين? على البيب. طبعا في المرة اللي فاتت في نفس المكان ده تعديد. احلال وتديد كان العكس. كانت المية بترد على الشوق. المية كانت معكوسة. الميزان كان معكوس. برد على حوض الجدم اللي كان راكم. بيبقى هنا فيه فرق. عشان كده بنقول باند الاسلام مهم جدا. باي. كده اخلصنا من السلام الحي للصبر المباني. والسلامنا يا البيب اللي فيه عشان الشور ومضغوطة مية عشان ما فيش عندي تسليل. بسلم العميل بتاعي بقوله شغل ماذا الحياة ما تعنيه? ما تعنيش من مشاكل اسباته. طيب ندي هنا بقول ايه? ندي هنا عندي صرف وحوض. يبقى انا عندي داخل الحمام. تعديل بس في الاصرف. ماليش دعوة بالبلي. البلي ده شغل جديد. احنا استثناء ما اشتغلناش فيه ان احنا ضغطناه طالح سليمي. الجاب التاني ما تكلش العميل وادخله في دوامة تكلفة عالية. على اساس انا اعلي البزنس بتاعي كفني. بضغط برضو المية نفس القصة كده اهو. اهو. اصبحت عندي الصرف رد عندي مية اهو. تمام? طيب. كده مضغوط. ضمنت انه ما فيش اي تسليب. وبشوف بريوني قبل ما اجفل المونة الزبادي. المونة الزبادي يعني ايه? مونة بتلف وتغلف ليا الصرف بتاعي لتركاية مهمة. عشان الصرف هنا ده حر الحركة. هو متعب بالنسبة للفن بيحتاج تقنية زيادة ان انت تقنمينه كده وتعمله اتنين في واحد يعني تغطيه مونة وتغلفه. هو دوب للصدمات اه طب بنغلفه ليه? ونصف اسمنته تكليفة ليه? عشان هو حر الحركة انسياب. يعني ممكن الرأس دي تخرج من الكوع ده هنا. وممكن الكوع يسحب ويفسخ من اليارضة اللي هنا. وكذلك هنا. فعشان ده ما يحصلش بحصل التسريب. لو حصل ده هيحصل تسريب. ويه تاني? هيحصل كاني الوزن اللي احنا بنحافظ عليها. تمام? حتخله. هيحصل فيها خلال. عشان احافظ على الوزنة. وحافظ على سباة الوزنة. واستقامه وسلامة الجوانات وامنع التسريب. يبقى نيجي ببند استيلاء اللي على الصرف الداخلي داخل الحمال. بنوضحه علم فيديو تعليمي. ان انا اول حاجة هروح حرق الميزان اول. تعال كده سيابتك قرب هنا وضحك نقطة الميزان. طبعا هنا الميزان واضح ان هو بيرمي على البيبة. كده صح? الف الالف. المرة اللي فاتت في الصرف كان بيفي سي ابيض. واللي فاكر ومذاكر معي. انا كسرت الصرف هنا بشكوش اثناء الفيديو. والمية فضلت برضو الجزء منها وجه على الارضية بسبب انها كسرت المصورة. والجزء المتبكي بيجي في قاع المصورة. ده دليل انه كان صرف الحود هنا مبلوب عكسي بدمي. مبروحش على البيبة طبعا مع المشكلة الام اللي هنا كانت ركود ووجوف المية داخل الحمام اسفل الجاعدة ومبروحش على البيبة بتخبط برة الحمام. دلوقت احنا جددنا الصرف وبنستلم على الليزان تسليم ايه? ركز تسليم استشاري. حاضرتك كعميل سق زي ما انت عاوز في الشخص اللي شغال ولكن بند الاسلام مفوش يوم مرحمينه. ليه? انا كفني هحسبك على الجودة دي. ليه برضو? عشان زميلي ادىك شغل عكس. ادىك شغل من مبلوح وشكل بوكل بودي وخلص. انا خلت وقت زيادة. حاضرتك بتستعواجني في الوقت انا مديك شغل على جودة. مضغوط مية على الميزان. باية. بني دي كده هنا. نوزن بس المسولة دي. لا نوزن كمان مسولة بيدي دي اهو. اكد كمان عالمسولة دي عامنا. اهو. المسولة دي عامنا ايه? موزونة. تمام? زي الفل عشرة عشرة بتلمي على البلعة. بس كده لا. نوزن دي. نوزن دي اهو اهو. ودي. عشان دي لها ادتين مواسيط. اهو. الدينة فيها ايه? على نقطة الميزان. بقى بس? لا. فيها داني. نوزن كمان الراس دي. والراس دي. هو ممكن المسولة دي دي بجاء وزنة ورمي على دي وتصرف وممكن دي كن فيها مشكلة اهو. ممكن الكوحنة يلف. ليه? قلنا حر الحركة من زي الشغل اللي هو بالغير. اهو باللازم. اهو. عشان ما حدش يقولي انت تمسيك الميزان اهو. يبجانا كده حالين حروحك بوزن لك ايه? بوزن لك ركز. الراس مع الراس. راس الكوح الخمسة واربين مع راس الارضة. يبقى كده ايه? بترمي. يبجانا كده دعمل ان الوزنة ماشية معايا. مش زيادة ومش اقل. الماء بالزيادة مش كده. هتمشي. هيمشي الخفيف. بنقول ليه اهو بنعلمه. هيفضل التهيل. هتسد المصورة. الماء الاقل هيمشي الخفيف. وهيبجان ميل زيادة ما ينفعش. ميل اقل ما ينفعش. ميل زيادة الخفيف هيجي والتهيل حيوة. بعد كده يبجان ميل المزبوب. باية. ناخد ناكل على المصورة بتاعتنا. كمان في النص مسلا لدينا فيها دقيقة ايه? ممكن تكون مكرشة في ناحية. لا المصورة بتاعتها هي رمي عشرة عشرة. فبناخدها اكل خطوة كده بالمصادفة. لغاية البلاع. اهو. هانيجي نوزن اهو. ايو معانا بازل مجهود كبير. على اساس نصدق شو يا حب. فبنيجي هنا في اخر نقطة معلش. هنا عندي مشترك واضي. يعني عندي راس اهو. جاية مع صرف الحوض. وراس اهو جاية مع شرف البيبة الشاور. والراس اللي نخلى على البيبة. نوزنها ولا ما نوزنهاش ولا نكتفل لووسيل. لا نوزنه. اهو. شفت الراس حدثك? اهو. المزام بس اتحرك عشان المساح ايه? المساح اكبر اهو. اهو. كده يبجى الراس بتاعت المشترك اللي جاية مع صرف الحوض رمية على الراس لنخلة البيبة. حيث? نجي ناخد كمان الراس العيد لهو. الراس دي اللي جاية مع صرف ايه? الشاور اهو. اهو. اهو طبعا النساء بويل. انا حاول بس اتحرك ازنادة بس لاكتر رجال اهو. دي كده صرف مين? صرف البيبة الشاور. يبجى انا كده استلمت الشغل بتاعي الف بالالف. اعمل ايه من حالة دي? في الحالة دي الشركة جاية استلمت عشان الشغل ده مفروض يخش عندي الضمان. يبجى العلامات اللي عن مواصيل دي استلام الشركة. نايم يبجى انا بقدر شغل في مونة الا لما الشركة تيجي تستلم بالمنظر ده. يبجى دي علامات بتسلمها ايه? الشرك. جميل? طب احنا نسينا نقول ان احنا هنا كده عاملين كعين خمسة واربعين. يعني ادي كوع اهو حلطة. وادي الكوع التاني. ادي كوع خمسة واربعين. وادي الكوع التاني. يعني انا ما بستخدمش كعين تسعين. اللي كان حصل هنا في الصرف الجديم ايه كوع تسعين? بيعملني مشكلة اثناء اثناء الصيانة اين وجدت? بالشكل ده زاوية خمسة واربعين فوق. وزاوية خمسة واربعين تحت انا اضمن لك انه سفر مشاكل سفر سدد بالنسبة لصرف الحوض وتصرف الحوض وبوص رابوس. جميل? باقي. كده فيه نقطة تاني. فيه ايه في السلام كمان? اللي عندي هنا مرمع سراميك يعني ايه? عندي وضع قائم. يعني فيه حيث اعادة واضع يعني هل جعلتك بالسراميك? بيبقى بيحترم السراميك الجديم. عشان كده لما ادى ماشي الديزان هنا. واسبط المصورة التحتي ما تكونش خالي خارج الجدار. عشان ما تعمل ليش تخانة تنطر للسراميك اللي هيرجات بالهنة. يبقى حين ايه لازم اعمل حساب الفن بتاع السراميك? احترمه في شغله عشان هو ميرجحش يكسر انه هيخبط هنا. يخبط للمصورة هيزيني. هتبقى مشكلة كبيرة هيتأسي فيها بياخد العميلة. طبعا السرق ده هيتجفل زي الفن. وكده هيتجف بالضهر المصورة مونة عشان ما يتيش بتاع الفنين. اثناء التشوين بالرم يوديهالش ماد او يمين او يخلي الوزنة بتاعته. وجهنا فهمنا كده البند الاسلام. السلم واحد على المزان. السلم مضغوط مية. السلم بتجفل خلطة على الوزنة. السلم الرأس مع الرأس. والسلم المصورة. جميل? طيب والسلم ايه تاني? هستلم كمان ايه اقول هنا انا عندي الليزر ده هستفاد منه ايه? ده كده منه واحد ملحة ديه وش السراميك. ايه اشوف الرأس اللي هنا او المصورة اللي هنا. المتر اهو. مديني كده كان ما واضحة في الميزان مديني متر وحداشر سنطي. متر وحداشر سنطي تقريبا. عاوز يقول لك ايه كده? معناها ان المصورة دي منخضل عن مستوى السراميك بكام? باحداشر سنطي. يعني فهم السراميك هيشتغل وانا نحط المونة بتاعتي ومنفرشات ده مش كده معا. رغميدي يستلم هنا اهو. ونبول البيبة بتاحت الشوار اللي واحنا نبطلهاها كده اهو. اهو. احنا استلمناها مياه. السلمة اهي كمان. السلمة زي ما اتفقنا. موازين اهو. موازين اهي. 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 واهي الناحية التانية اهي. دي بيبت مين بيبت الشوار تمام? واعمل حساب ان انا هنا فيه جزئية يعرف يجفل منها. يعرف احط اغلاجة هنا. كده يعرف احط اغلاجة. مع الجدار اللي هيتجفل هنا. لو دي تخانة كده. تخانة السراميك اتنين سنت ونص مسلا. يلقى فيه تخانة ايه معاي? ولو كده بيجت خمسة سنتي. لو خمسة سنتي برضو فيه تخانة يقدر يجفل معاي. وفي نفس الوقت فيه ملحوظة هنا حالة اضفها للعميل. وكل العمل يستفاده من هنا. دي نقسمها نقسم. نقسم البراطة شرايح عشان تديني ميولة على البيبة بكم يا فندي مركز باربع زوية. يعني ايه? يعني الزاوية دي تديني كده ميل. والزاوية دي تديني ميل. والزاوية دي تديني ميل. والزاوية دي تديني ميل. بحيس ما فيش مية تقعد ركنة او وقفة حوالين البيبة. لانه لو قطعة واحدة مش هيعرف يوزنها. يبقى هي رخامة هي صراميك. ادي عند الجزئية اللي هنا دي ومخامة كلها دي دي قطعة واحدة. اه ماشي وميلة كده. والجزئية دي اكتبحها وفرخها. واكتبحها اربع حيزة بحيس ان انا اجيب ايه? اجيب كده اهو. كده. كده 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 في جربع زوية ميل. باربع التدينيات على البيبة. طيب ننسل من البيبة دي. عاملة كامل الوزنة عمد احمد اهو. بص سيادتك عاملة معي كامل واضحة كده في المتر في الليزان. عاملة واحد متر. عاملة واحد متر. مع رغم ان هي الوزنة بتاعتها مستقلة بذاتها. عندي المباني دي اللي انا بانيه. نبصي كده هلو اجيب سيادتك اهو. عاملة عندي كامل تلاتة وتسعين ونص. دي المباني سطح المباني. طيب انا مفروض. الكلام ده بحجيق ليه على الارب حالتك. بحجيق لي ان مفروض المباني دي تبكى تسعين. انا عندي تلاتة ونص انخفات تحت. يعني السمامية لو خمسة سنطي. هبص تلقى سيادتك لما يجي برضو نفس الجزية هنا اهو. هنشوف رأس المباني هنا عاملة معنا كم? عاملة معنا برضو تلاتة سنطي اهو تلاتة وتسعين سنطي. تلاتة وتسعين سنطي. يعني اخنا كده محتاجين هتبقى تسعين اتنين وتسعين يعني لو خمسة سنطي للسرائيل. بحيس الهدف والشاهد من الخطيئة لما اجي انا برا كده بعد اجي اخش هنا سواء سن كبير او ست حامل مسلا ما تنفحش رجل كتير وانت بتخش البيبة او انت بتخش الكبيرة الشهر عفوا تمام? ده اللي انا اكسوبه يعني ما تنفحش رجل كتير. تمام? في نقطة هنا نبقل وفي الاخير جانب ونمشي او نخطيب البيبة اللي هنا عاملة كام? البيبة اللي هنا عندي اهو. عاملة متر وتلين سنطي ونص. واضحة معك. يبقى انا بستليم كله على ميزان الليزر شغل هندسي تسليم تستشارين. قل لي ده يا فندي? عشان يتنفخ من الشربة ينفخ في الزباق زي ما بقولي. وعشان انا ما خليش حاجق له الظروف. انا عندي سراميك هنا ثابت اهو. اهو. انا هتعمل عليه. جميل? جميل. قال يقول لنفسي انا هو عامل كم معايق من الشرب? عامل كم? عامل تسعة وتسعين سنطي. تسعة وتسعين سنطي. يعني ايه? يعني البلاطة اللي هنا دي عالية واحد سنطي عن ارضية الشجة اللي هي زمان المكان كله. يبقى انا كده وحدت الشج بتاعي لدانته باللزر. وحدت عندي الارتفاعات بتاحت البيب. استلمتها نهية منخفضة عن مكان اللي هنا بتلاثة سنطي تقريبا. واطي عن باب الشجة باتنين سنطي ونص. جميل? زايت ان انا امنت نفسي من موضوع التسريب بان انا عملت موضوع موضوع الرقبة هنا عشان امنع موضوع الاسفان طلبية تبقى نفيه. مفيش تسريب. السلام الصرفي عن ميزان. هاامل شغلي. عزلت جاب المراتة بالصرف. وبعد ما هخلص هندي الوش الاخير. ومفروض ان احنا بعد كده انتظرنا خمسة فالبغطة. هنختب العزل بتاعنا. وكده شكرا لحلاطة مواسقين على الاطار. نظرنا كل خدمنا العياق. شكرا لحلاطة.